أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بوترس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسته بجمع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من الشرق الأوسط وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوترس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة الباب البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال والمتزوجين حديثا وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين تألمون وسيبارك كذلك المسابحة والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس في إطار تعليمي حول المسيرة الإنجيلية التي يرويها سفر أعمال الرسل توقف البابا اليوم عند الأحداث التي عاشها بولوس في مكدونيا وفي لبي موضحا أهمية دور الروح الكدس في رسالة الكنيسة فالروح الكدس هو الذي دعا بولوس في رؤية للذهاب إلى مكدونيا ذهب بولوس وبشر وعمد الذين قبلوا الإيمان بالرب يسوع مواجها أيضا هو وسيلة قساوة السجن وفيما كان يرفعان الصلوات في السجن تدخل الروح الكدس مجددا فأحدث زلزالا شديدا فتح أبواب السجن وفك كيود السجناء وتحول هذا الحدث إلى مصدر خلاص للسجان الذي كان على وشك الانتحار ظن منه أن السجناء قد فروا فبعد أن قاضهما إلى بيته وغسل جراحهما قبل البشارة واعتمد مع جميع أهل بيته وفي نهاية كلمته دعانا قداسة البابا لأن نطلب من الروح الكدس أن يمنحنا إيمانا قويا وقادرا على تحطيم السلاسل التي تقيدنا أو تقيد قريبنا والآن تحيياتو البابا باللغة الإطالية لأبناء الشرك الناطقين اللغة العربية أبناء الشرك الناطقين اللغة العربية أبناء الشرك الناطقين اللغة العربية وخاصة بالقادمين من الأراضي المقدسة وتحديدا من مدرسة راهبات الناصرة في حيفا ومن الشرك الأوسط إن الروح الكدس هو من يحيي الكنيسة ويرشدها في رسالتها وقد نلناه نحن أيضا في سري المعمودية والتثبيت إن فتحنا قلبه لنا وأصغينا لإرشاده فسوف يقودنا إلى خلاص نفوسنا ويمنحنا القوة لإعلان البشارة من أجل خلاص النفوس أجمعين ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير